رقاط يعني قلتو لنا في السياق الحديث ان كل حاجة تنفع تتم من اي مكتب هل مازالت هناك بعض مش كل حاجة في بعض الحاجات بتبقى الاختصاص لازم يبقى مكاني في بعض الامور يعني مثلا بعض التوكلات ينفع اطلعها من اي شهر عقاري توكيل عام قضايا توكيل رازمي ده ينفع اطلعها فاندي من اي مكان لكن في حاجات بيشترط علشان تبقى من خلال المكتب الشهر عقاري بيشترط ان هي لازم تبقى في النطاق الاختصاص المكاني بتاعه يعني لو مثلا شقة انا عايز اسجلها الشقة دي وليكن مثلا في حي مدينة ناصر انا مش هنفع اروح مثلا اسجلها في شهر عقاري الزتون او مثلا الهرم لا ده فيه اختصاص مكاني طبعا هو المشكلة اللي كانت عند الاستاذ المتصل في المكتب شهر عقاري في المعادي هي الفكرة يعني انا هو للاسف انا هو ما اوضحش كانت ايه بالظبط نوع المعاملة تعالى بكرة هي نوع المعاملة بس هي كانت ايه لكن موضوع السيستم هو زي ما حكيت لحضرتك ان للأسف وزي ما المستشار بشوي لما كان بيكلمنا من شوية ان هو للأسف ان فيه بعض الاماكن طبعا يعني البنية التحتية يعني انت حضرتك عمالنا نظام بس الانترنت ضعيف مش قادر يتحمل السيستم فطبعا حجم طبعا المدخلات كتير جدا فبيقع غصبا عنه وغصبا عن المواصف وغصبا عن المواصف بس للاسف فاندم النقطة دي بتعمل احتقان ما بين المواطن طب المواطن برضو بس طبعا دي للأسف بتدي يعني انطباع سيء جدا ان احنا عندنا خدمة يقولك لا دا احنا نرجع لأهم الورقة أحسن معين طبعا لا التكنولوجيا هي بس يعني نرجو ان هو يبقى الدعم الفني والكواليكي بتاع الانترنت طبعا علشان طبعا تبقى الخدمات بالزبط هلونا نروح لتالت سؤال بتاع مدام تهاني وعايز برضو في سياق الإجابة على موضوع مدام تهاني تتكلم على بلاء ومنطقة عشوية حياتك كنت عايز تتكلمني كماتفاصة عن موضوع المجتمعات العمرانية فنجاوب على مدام تهاني سريعا واسمع فكرة حضرتك على موضوع المجتمعات العمرانية تمام بالنسبة لموضوع مدام تهاني هو موظف العوايد لما رحيت له وقالها انت بتحلمي هو لا يتم التكليف إلا بعقد مسجل إلا بعد بعقد مسجل بعقد مسجل يعني أنا ما نفعش روح أعمل عقد ورقي ورح أقول اللي تكليف العقار ده باسمي لأ ده لازم عقد مسجل النهار ده هي تسجل العقار بتاعها عقد مسجل اللي هو العقد الأخضر وتروح تنقل التكليف باسمها عادي جدا مفيش أي مشكلة محدش يقدر أعرضها ولا يقول لها لا طب كلمة انت بتحلمي دي يعني هو عشان هو الموظف اعتقده أني محدش عارف سجل في بلاء طب وفي حد يعرف سجل في بلاء عادي جدا ترجمة نانسي قنقر